الحقيقة صحينا على خبر ودائع الخليج والسؤال هل تنقذ ودائع الخليج اقتصاد السيسي فاكرين لما تكلمنا مبارح عن النمو الاقتصادي اللي الحكومة بتقول عليه وازاي رد عليهم الخبيل الاقتصادي هاني توفيه وقال لهم ان النمو لازم يكون انتاج وتشغيل مصانع مش اعتماد على القروض وعلى الودائع وان السيسي بيتحك عالشعب بصدر لهم اوهام عن التقدم الاقتصادي والوضع المالي المستقر للدولة للاسف يا حضرات اقتصاد مصر معتمد على القروض والودائع الخليجية وللاسف وشكرا طبعا للخليج قررت دول الخليج تكمل مساندتها للسيسي بتمديد ودائع بحوالي 7 مليار 7 مليار فاصل 7 مليون لدى البنك الاهي المصري 3 دول خليجية تمدد اجال ودائع لدى المركز المصري ب7 مليار دول يعني حان اجل السبع مليار دول لكن الدول الخليجية قررت تبقي هذه الودائع تقدر قيمة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي التي تم مد اجل سدادها بنحو 7 مليار دولار واعلنت السعودية يوم الثلاث تمديد وديع مالية ب5 مليار دولار كما تم مد اجل وديع اخرى مستحقة للامارات بقيمة 700 مليون دولار ومدت الكويت وديع بقيمة 2 مليار دولار بس المفاجأة الكتير معرفهاش ان التلت تربع العملة الصعبة او الاحتياطي الاجنبي اللي في البنك المركزي من الودائع دي زي من الودائع الخليج يعني زي يبقى الخبر ده 73% من احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المصري تعود لدول خليجية الامارات والسعودية تتصدران قائمة المودعين يعني 73% من حجم الاحتياطي النقد في مصر هو ودائع الخليجية كم بقى الاحتياطي تنمى 73% قالك الاحتياطي النقد تبقى العربية سكاي عربية هي يرتفع الى 33 مليار دولار وربمئة مليون ده امتى؟ ده 3 نوفمبر 2022 يعني حجم الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي المصري دلوقتي تبقى لسكاي نيوز 33 مليار يعني قال عن حجم الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي في صورة يناير كان 36 مليار ادي اهو بص احتياطي النقد الاجنبي دلوقتي 33 مليار في سنة 11 كان 36 مليار قبل 25 يوم من اندلاع صورة يناير ده ده الرئيس الاسبق حسني مرك سجل الاحتياطي الاجنبي في مصر 36 مليار دولار يعني احنا وقت صورة يناير كان الاحتياطي اكتر وكان الدولار ب6 جنيه مش 24 ولا 28 دلوقتي طب يا طرح الممكن تمديد الوداع الخليجي دي يكون له مقابل لانه فيش حاجة بلاش السؤال لو كده ايه المقابل هل ممكن يكون قيام الحكومة مبارح باقرار المسودة النهائية لوسيقة اسمها ملكية الدولة هو السبب عشان يفتح الطريق اكتر واكتر لبيع مزيد من الشركات والمصانع لسه دي السيادي الخليجية زي ما الخبر ده بيقول مجلس الوزرة يقر المسودة النهائية لوسيقة سياسية ملكية الدولة عشان تعرف خطورة القرار ده تعالي شوف معايا كده ايه هي وسيقة ملكية الدولة اللي حرفيا بتؤكد على اني البيع شغال جامد جدا شوف كده ما هي وسيقة سياسية ملكية الدولة هي وسيقة اطلقت الحكومة الوسيقة في مايو الماضي ضمن خطة اوسع لاعادة هيكلة اقتصاد البلاد لصالح القطاع الخاص وتستهدف الدولة زيادة مش اعرف القطاع الخاص في الاقتصاد باكتر من الضعف ليصل الى 65% على مدى السنوات الثلاثة المقبلة وجزب 40 مليار دولار من الاسمارات على مدى السنوات الاربع المقبلة وازهرت مسودة الوسيقة حصلت عليها وسائل اعلام محلية ان الحكومة تنوي التخارج بالكامل من 79 صناعة والتخارج جزئيا من صناعات اخرى فيما ستواصل تواجدها في قطاع استراتيجية محددة وجاءت الخطوة في اعقاب الازمة الاقتصادية السيسي فتح الباب قدام اخواننا الخلايجة عشان يشتروا كل اللي تقع عينهم عليه واللي يعجبهم في البلد ولسه كمان هيفتح قدامهم اكتر واكتر لان شايتهم مفتوحة وفلوسهم مش عارفين ياخدوها زي ما قالت الاخبار كده اغزية تستكمل الاستحواز على حصة الاغلبية في عوف المصرية او ابو عوف يعني ده اللي واصلنا ونشوف انتفاطة المحامين اشتركوا في القناة